يحكى أن رجلاً كان يعرف بدنار العيار وكان له والدة صالحة تعظه وهو لا يتعظ فمر في بعض الأيام بمقدرة فأخذ منها عظماً تفتتت في يده ففكر في نفسه وقال ويحك يا دينار كأني بك وقد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم طرابا فندم على تفريطه وعزم على التوبة ورفع رأسه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء وليس لأن الله يسكن فيها الله لا يحتاج للسماء ولا لغيرها الله موجود بلا مكان رفع رأسه وقال إلهي وسيدي ألقيت إليك مقاليد أمري فاقبلني وارحمني ثم أقبل نحو أمه متغير اللوني منكسر القلب فقال يا أماه ما يصنع بالعبد الآبق إذا أخذه سيده قالت يخشن ملبسه ومطعمه ويغل يديه وقدميه فقال أريد جمة من صوف وفعلي بيك ما يفعل بالعبد الآبق ففعلت به ما أراد فكان إذا جن عليه الليل أخذ في البكاء الشديد ويقول لنفسه ويحك يا دينار ألك قوة على النار كيف تعرضت لغضب الجبار ولا يزال كذلك إلى الصباح فقالت أمه يا بني أرفق بنفسك قال دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا يا أماه إن لي غدا موقفا طويلا بين يدي رب جليل ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل قالت يا بني خذ لنفسك راحة قال لست للراحة أطلب كأنك يا أماه غدا بالخلائق يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار مع أهلها فتركته وما هو عليه فأخذ في البكاء والعبادة وقراءة القرآن فقرأ بعض الليالي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ففكر في هذه الآية العظيمة وجعل يبكي حتى غشي عليه فجاءت أمه إليه فنادته فلم يجبها فقالت يا حبيبي وقرة عيني أين الملتقى فقال بصوت ضعيف يا أماه إن لم تجديني في مواقف يوم القيامة فاسألي مالكا خازن النار عني ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى فغسلته أمه وجهزته وخرجت تنادي أيها الناس أهل أمه إلى الصلاة على قتيل النار فجاء الناس من كل جانب فلم يرى يوم أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم فلما دفنوه نام بعض أصدقائه تلك الليلة فرآه يمشي في الجنة وعليه حلة خضراء وهو يقرأ الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ويقول وعزته وجلاله سألني ورحمني وغفر لي وتجاوز عني ألا أخبروا عني أمي اللهم اغفر لنا وسامحنا واعفو عنا واجعل القرآن ربيع قلوبنا ولورا لأبصارنا وجوارحنا يا رب العالمين